بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة نتكلم عن تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنفها اولا تنوع الكائنات الحية تنوع الحيوانات يمكننا ملاحظة التنوع الكبير في الحيوانات عند قيمنا برحلة الى اي حضيقة من حضائك الحيوان حيث نلاحظ التنوع الواضح في الشكل وطريقة التغذية هتلاحظ في الشكل وطريقة التغذية والحجم توجد حيوانات كبيرة الحجم كالفيل والجمال وتوجد حيوانات صغيرة الحجم زي الأرنب والفار وبيئة المعيشة من الحيوانات ما يعيش في الماء كالتماسيح وسباع البحر والأسماك بأنواعها ومنها ما يعيش على اليابسة كالحصان والحمار والقطط الأسماك بتعيش في الماء والحصان والقطط على اليابسة تنوع النباتات يمكن ملاحظة التنوع الكبير أيضا في النباتات كما هو الحال في الحيوانات حيث تختلف النباتات عن بعضها من حيث الطول وحجم الأوراق والبيئة كالتالي الطول توجد نباتات طويلة ضخمة كالقفور والنخيل وتوجد أحشاب قصيرة مثل البرسيم والجرجير حجم الأوراق تختلف النباتات أيضا في شكل أوراقها وحجمها فمنها نباتات أوراقها كبيرة الحجم كالموز ومنها نباتات أوراقها صغيرة الحجم كالموز الموز أوراقه كبيرة والملوخية أوراقها صغيرة البيئة تختلف النباتات من حيث البيئة التي تعيش فيها حيث منها ما يعيش في البيئة الصحراوية ويتحمل كل المياه كالصبار والتين الشوكي ومنها ما يعيش في البيئة الزراعية حيث المياه الوفيرة كالأرز والبرسيم تنوع الكائنات الدقيقة يعني ايه كائن دقيقة كائنات الدقيقة هي كائنات حية مجهرية لا ترع بالعين المجردة وتنتشر في الماء والهواء والطربة كائنات لا ترع إلا بالميكروسكوب أو المجهر ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وتنتشر في كل الأماكن من ماء وهواء والطربة نشاط فحص قطرة من بركة ماء راقد الأدوات المستخدمة عينة من ماء بركة وشريحة زجاجية وغطاء زجاجي ومحلول أزرق المسيلين وقطارة ومجهر ضوء مجهر ضوء اللي هو الميكروسكوب خطوات تجهيز العينة أضف قطرة من محلول أزرق المسيلين إلى قليل من ماء بركة عشان تميز مكوناتها دي فايدة الصبغة ديت ضع قطرة من ماء البركة على الشريحة الزجاجية وأغطيها برفق بالغطاء الزجاجي ديت تجهيز العينة طب خطوات فحص العينة ضع الشريحة الزجاجية على منصة المجهر واستخدم العدسة الشيئية الصغرى في فحص العينة وقرر فحص العينة باستخدام عدسة شيئية وكبرى نتائج الفحص ظهور العديد من الكائنات الحية وحدة الخلية مثل الأميبة والبراميسيوم واليوجالينة اسئلة ترجمة نانسي قنقر